موسيقى السلام عليكم النهاردة هنتكلم عن سيكشن بتاع المحاضرة اللي فاتت كانت بتتكلم عن التخطيط الاقتصادي هنبدأ في الاول نراجع عن بعض الجزئيات اللي تقالت في المحاضرة اول سؤال تسأل في المحاضرة لماذا نخطط احنا ليه بنخطط عندنا اربع عناصر او اربع اجابات تجاوضنا عن السؤال بتاع لماذا نخطط اول حاجة او اول سبب احنا بنرجع للتخطيط علشانه ان السوق قاصر طيب يعني ايه السوق قاصر يعني السوق لوحده مش هينجح ان نحل المشاكل الاقتصادية لازم الدولة بتتدخل طيب الدولة دي بتتدخل من اي جانب عن طريق التخطيط يبقى اول سبب احنا بنلجع علشانه للتخطيط ان السوق قاصر بمعنى ان السوق لوحده غير كافي او مش هينجح في حال المشاكل الاقتصادية فياجب بتدخل الدولة طيب تاني سبب اللي احنا نحل اصار الانتاج والاستهلاك بمعنى يعني لو الدولة ما بتتدخلش او مفيش تخطيط عالم مدى ببعيد كتر الانتاج والاستهلاك من غير خطة هيعمل مشاكل ليه؟ من ناحية الانتاج ممكن ينتجوا سلعة واحدة بس في السوق السوق انتج سلعة واحدة طيب بقيت السلعة للناس محتاجاها والاستهلاك كذلك فاثار الانتاج والاستهلاك الدولة لازم تتدخل من خلال التخطيط عشان تحد من الاثار دي او تشيل السلبية بتاعت الاثار النجم عن الانتاج والاستهلاك بدون تخطيط طيب تالت سبب النمو في الاجل الطويل يعني ايه؟ زي مثلا خطة مصر 2030 مصر لجأت للتخطيط عشان تحط خطة للنمو على الاجل الطويل او في المستقبل زي احنا قلنا سنة 2030 هنحقق 1-2-3 طيب 1-2-3 دولة تحددوا باي اساس عن طريق التخطيط طيب رابع سبب تحقيق المطالب الجماعية والضغط الشعبي زي ايه؟ مثلا دولة زي مصر الشعب عايز يحل مشكلة البطالة دي اسمها مطلب جماعي او ضغط الشعب الشعب بيضغط في مجال معين بطالة ارتفاع اسعار زيادة اجور وهكذا دي كلها اسمها مطالب جماعية وضغط شعبي طبعا الدولة لازم تتدخل زي ما قلنا علشان خاطر تحد من اثار الانتاج والاستهلاك وتعمل خطة للنمو في الاجل الطويل زي خطة مصر 2030 زي ما قلنا ونهتحقق المطالب الجماعية والضغط الشعبي ده اجابة سؤال لماذا نخطط ليه احنا بنلجأ للتخطيط طيب تاني حاجة هنرجع عليها سريعا ايه هو مفهوم التخطيط عشان نتكلم عن مفهوم التخطيط المفهوم غير التعريف احنا هنتكلم الاول ايه هو مفهوم التخطيط اول حاجة هنتكلم فيها او هنذكرها ان النظام الاقتصادي ديناميكي وليس ثابت بمعنى النظام الاقتصادي ده بيحقق ايه؟ مش بيشبع رغبات افراد المجتمع طيب لازم يكون ديناميكي ليه؟ لان الحاجات والرغبات اللي هو بيشبعها دي متعددة ومتجددة ومتطورة ما هياش ثابتة لو النظام الاقتصادي ده كان ثابت مش هعرفش بيشبع الرغبات وهيعمل مشاكل كتير فلازم يكون النظام الاقتصادي ديناميكي او متحرك تاني نقطة هنتكلم فيها ان النظام الاقتصادي يجب ان يكون له ادارة يجب ان يكون له ادارة طيب الادارة دي بتيجي تحت ايه؟ تحت مفهوم التخطيط يبقى الادارة اللي بتحكم النظام الاقتصادي بتبقى عن طريق التخطيط ثالث حاجة هنتكلم فيها أن النظام الاقتصادي يتأثر ويؤثر بالأنظمة المحيطة له بمعنى يعني النظام الاقتصادي بتأثر بالنظام الاجتماعي في إيه؟ مثلا زيادة السكان زيادة السكان دي حاجة اجتماعية طيب الحاجة الاجتماعية دي ما بتأثرش في الاقتصاد طبعا بتأثر وكذلك في مختلف المجالاتي بأن النظام الاقتصادي يتأثر ويؤثر بالأنظمة المحيطة له كده احنا قلنا شوية مفاهيم عن التخطيط حاجة كمان نتكلم فيها بناء على المفاهيم دي يبقى النظام الاقتصادي ده اسمه نظام مدير بمعنى ايه نظام مدير ان له ادارة فيه فرق بين النظام المدير والنظام المدار المدار ده بلا ادارة لكن النظام المدير هو النظام اللي ليه ادارة طيب النظام المدير ده بيتكاون من ايه بتكوام من ثلاث حاجات. اول حاجة حاجة اسمها العمليات. العمليات دي بتعمل ايه? بتحلل وبتعمل شوية حسابات عشان تحدد الاهداف. طيب تاني حاجة الوظائف. الوظائف دي بتعمل ايه? بتعمل تنبؤ وبتعمل تخطيط للاهداف اللي احنا حددناه. تالت حاجة الاجهزة. الاجهزة دي اللي هي زي ايه? مجموعة الوزرات. مجموعة الوزرات دي اللي بتنفز. يبقى أنا عندي في العمليات حددت الأهداف وفي الوظائف تنبأت وخططت للأهداف اللي أنا حددتها والأجهزة اللي هي مجموعة الوزارات اللي هي بتنفذ الأهداف اللي أنا حددتها وبعد كده عملت لها تنبؤ وتخطيط طيب حاجة كمان هتكلم فيه أو هرجع عليها سريعا موضوع التخطيط الاقتصادي إيه هو موضوع التخطيط الاقتصادي أول حاجة إن التخطيط بيدرس القوانين الاقتصادية يبقى أول حاجة في موضوع التخطيط الاقتصادي أو موضوعات التخطيط الاقتصادي يبقى إن التخطيط بيدرس القوانين الاقتصادي طيب تاني حاجة إن التخطيط بينظم الاقتصاد القومي التخطيط ينظم الاقتصاد القومي من خلال خطط قصيرة وطويلة الأجل نركز على الجزء ده يبقى من موضوعات التخطيط أن التخطيط ينظم الاقتصاد القومي من خلال خطط قصيرة وطويلة الأجل اللي اتنم مع بعض بيحطوا خطط قصيرة وخطط طويلة عشان ينظموا الاقتصاد القومي عن طريق التخطيط الاقتصادي طيب كل الكلام اللي أنا اتكلمتي فيه ده نقدر نستنتج منه تعريف التخطيط الاقتصادي ايه هو تعريف التخطيط الاقتصادي بناء على الكلام اللي احنا رجعناه من شوية واتقال في المحاضرة هو تحكم سلطة عامة في الاقتصاد القومي لنقله من حالة معينة لحالة مستهدفة في المستقبل زي ما قلنا عندي حالة معينة او حالة الاقتصاد النهاردة مثلا سيه النهاردة الاقتصاد بتاعي في حالة معينة أنا بحط خطة عشان ننقل الاقتصاد بتاعي ده من الحالة اللي عليه لحالة حديثة في المستقبل او حالة اكثر تطورا واكثر ازدهارا في المستقبل يبقى تعريف التخطيط الاقتصادي تحكم سلطة عامة سلطة عامة مش الشعب هو اللي هيتحكم لازم تكون سلطة عامة هي اللي هتتحكم في الاقتصاد القومي ليه؟ عشان تنقله من حالة معينة لحالة مستهدفة اكثر تطورا واكثر ازدهارا في المستقبل طيب حاجة كمان هنراجع عليها السلوك التخطيطي السلوك التخطيطي السلوك التخطيطي ده بيتكوّم من ثلاثة أبعاد بعض تحليلي وبعض هدفي وبعض تنفيذي طيب التلاثة أبعاد دول بيتكلموا عن ايه أول حاجة البعض التحليلي البعض التحليلي من اسمه كده تحليلي بيقوم بتحليل واكتشاف حالة النظام ما أنا لازم أحلل وأكتشف حالة النظام محدد النظام الاقتصادي بتاعه حالته ايه? لازم احلله واكتشف الحالة بتاعت النظام الاقتصادي بتاعي. طيب البعد التاني بعد هدفي. انا دلوقتي حللته واكتشفت النظام. احلل بقى الاهداف. الاهداف انا عايز اعمل ايه? انا عايز احط الخطة ليه? عايز اخطط ليه? يبقى البعد الهدفي بيقوم بتحليل الاهداف وصيغطها. والمفضلة بينها ليه? لعدم تعارض الاهداف. ممكن الاهداف بتاعتي ستتعارض. وهنتكلم في الجزء ده بعد ما نخلص البعد التنفيذي. تالت بعد البعد التنفيذي. البعد التنفيذي ده هو اللي بينفز من اسمه برضو. بيحرك الاقتصاد في المصار اللي انا خططته ووضعت اهدافه عشان حقق الاهداف دي. يبقى انا عندي تلات ابعاد. بعد تحليلي. تلات ابعاد للسلوك التخطيطي. بعد تحليلي بحلل واكتشف حالة النظام الاقتصادي. وبعد هدفي بحلل الاهداف وبفضل بينها. وبعد تنفيذي. بيعمل ايه ببعد التنفيذي? اللي انا بنفز. بحرك الاقتصاد في المصار المطلوب عشان احقق الاهداف او نفزه. البعد الهدفي ده اخطر بعد او اخطر جزء في السلوك التخطيطي. ليه? زي ما قلت لكم في البعد الهدفي لازم احلل الاهداف وفضل بينها. ليه هو بالاخطر لان الاهداف ممكن تتعارض. بمعنى انا دلوقتي حللت النظام بتاعي. وعندي الالية اللي انا ننفس بيها. بس وقف على الاهداف. ممكن يكون عندي خمسمائة هدف. الف هدف. في مشاكل كتير في الاقتصاد. انا لازم احط الهدف اللي انا عايز انفزه في الاول زي ما بقوله كده اولويات. طب انا اعمل ايه? اه احارب غلو الاسعار ولا ازود الاجور ولا ارفع سعر الفايدة ولا اعمل طرق كباري ولا احل مشكلة الصحة ولا مشكلة التعليم وهكذا. فانا لو فكرت في كل المشاكل دي مع بعضها من غير ما فاضل بينهم كل حاجة هتخش في بعضها ومش اي حاجة. فالبعد الهدف هو اخطر بعد او اخطر جزء في السلوك في السلوك التخطيطي. ليه? لان ممكن الاهداف تتعارض. طب لتجنب بقى تعارض الاهداف ده اعمل ايه? بحل الكويس وبفاضل بين الاهداف. بقولي الاولويات بتاعتي انا احل ايه? او احل انهي مشكلة الاول. ده باختصار بعض الاجزاء وبعض النقط اللي تعارضت في المحاضرة السابقة. هنبدأ بقى دلوقتي نحل علوم شوية اسئلة عشان الكلام يثبت اكتر. اول سؤال عندي. يكون السوق واحده قادر على حل المشاكل الاقتصادية صح ولا غلط? احنا زي ما قلنا السوق واحده مش كفاية. لازم الدولة تتدخل عن طريق التخطيط. يبقى الاجابة غلط. السوق واحده غير قادر. طيب السؤال التاني. النظام الاقتصادي يتميز بالجمود والثبات. طبعا غلط. ليه? لان احنا قلنا النظام الاقتصادي نظام ديناميكي. بمعنى انه نظام متحرك. ليه? عشان يواكب او يعرف يسد الحاجات والرغبات بتاعت افراد المجتمع اللي هي في حد ذاتها متعددة متجددة متطورة. طيب السؤال اللي بعده. لا يتأثر النظام الاقتصادي بالنظام الاجتماعي طبعا غلط. زي ما قلنا. النظام الاقتصادي بتأثر بالانظمة من حوله. السؤال اللي بعده. يكون النظام اكثر استقرارا وثبات اذا كان بلا ادارة. طبعا غلط. الادارة هي اللي بتحقق الاستقرار وثبات. السؤال الخامس. يتميز النظام الاقتصادي بانه يتكون من عمليات تعمل على تنفيذ اهدافه. نركز في السؤال ده. يتميز النظام الاقتصادي بانه يتكون من عمليات تعمل على تنفيذ اهدافه. هو غلط. ليه? النظام الاقتصادي فعلا بيتكون من عمليات. لكن العمليات دي ما بتنفسش الاهداف. العمليات دي بتعمل ايه? بتحلل وبتحسب وبتحدد الاهداف. لكن التنفيذ ده من خلال الاجهزة اللي احنا زي ما قلنا زي مجموعة الوزراء السؤال اللي بعده يتكون السلوك التخطيطي من بعدين اساسيين طبعا غلط احنا قلنا السلوك التخطيطي بتكون من ثلاث ابعاد بعد تحليلي وبعد هدفي وبعد تنفيذي السؤال اللي بعده يعمل التخطيط الاقتصادي على تحقيق المطالب الشخصية غلط التخطيط الاقتصادي خطة عشان حقق بيها المطالب الاجتماعية والضغط الشعبي السؤال اللي بعده يتميز النظام المدار بوجود ادارة قوية ده جزءة الف المحاضر طبعا الاجابة غلط ليه لان النظام المدير هو اللي بيبقى ليه ادارة النظام المدار هو النظام اللي بلا ادارة يبقى يتمتع النظام المدار بوجود ادارة قوية غلط النظام المدار ده بلا ادارة لكن النظام اللي عنده اسم النظام المدير السؤال اللي بعده يهدف النظام المدير من زاوية العمليات إلى التحليل وتحليل الأهداف ولا التنبؤ والتخطيط ولا لا شيء مما سبق احنا زي ما قلنا من زاوية العمليات العمليات دي بتعمل ايه بتحدد الأهداف عن طريق التحليل والحسابات والبرمجة يبقى يهدف النظام المدير من زاوية العمليات إلى التحليل وتحديد الأهداف السؤال اللي بعده يقوم التخطيط بتنظيم الاقتصاد القومي من خلال خطط قصيرة الأجل ولا طويلة الأجل ولا الاثنين معا احنا زي ما قلنا التخطيط الاقتصادي بينظم الاقتصاد القومي من خلال خطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل يبقى الإجابة الاثنين معا السؤال اللي بعده يتكون السلوك التخطيطي من بعد تحليلي ولا بعد هدفي ولا بعد تنفيذي ولا كل ما سبق احنا قلنا ان السلوك التخطيطي بتكون من 3 أبعاد بعض تحليلي بعض هدفي بعض تنفيذي بل إجابة كل ما سبق آخر سؤال اخطر جزء في السلوك التخطيطي هو التحليلي ولا الهدفي ولا لا شيء مما سبق احنا زي ما قلنا ان اخطر جزء او اخطر بعض في السلوك التخطيطي هو الهدفي ليه الهدفي لان انا في الهدفي بعمل صياغة للأهداف بحددها وبفاضل بينها ليه هو بقى الاخطر لان ممكن الأهداف دي تتعارض لو انا ما عملتش كل الكلام اللي انا قلت عليه ده بكده احنا رجعنا سريعا على الكلام اللي تقال في المحاضرة اللي فاتت وطبقنا عليه شوية أسئلة المطلوب من حضرات كل انتو تسمعوا المحاضرة بتركيز وبعد كده تسمعوا الستيكشن بالمراجع السريع اللي فيه وتحلوا الأسئلة ويتلاقوا موضوع سهل بالنسبة لكم وان شاء الله ربنا معاكم ويوفقكم وتتخرجوا على خير بإذن الله ترجمة نانسي قنقر